يا امام مالك هل انت بالداخل مرحبا يا عبدالله خيرا انسيت موعدنا اليوم يعقد والي المدينة اجتماعه مع العلماء والفقهاء والادباء ولا يكتمل الاجتماع الا بحضورك لم انس بالطبع ولكن ما زال الوقت مبكرا ولكن الوالي قد اعد مأدبة فاخرة واقترح ان تتناول طعام الغداء معه قبل الاجتماع ولكن لدي ما هو اهم وما الامر ما هذه الاثار التي على اصابعك ولماذا تشمر ذراعيك هكذا لانني اعمل مع اهل بيتي ماذا تعمل اعد هذا العجين لنخبزه انت بنفسك وما المانع اعذرني ولكنني اعرف انك ميسور الحال ويمكنك احضار خادم واضيع ثواب خدمة اهل بيتي اه تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم اذا عليه الصلاة والسلام نعم في الخروج من منزله في كل مرة ترتدي ثوبا غير الاخر لماذا تهتم بمظهرك الى هذه الدرجة يا سيدي قبل ان تعقد حلقات العلم دائما ما انصح من انعم الله عليه ان يظهر اثر هذه النعمة عليه واهل العلم اولى بذلك فينبغي لهم ان يظهر النعمة على ثيابه كان الامام مالك يقوم بكل هذا اجلالا للعلم وخاصة للقرآن الكريم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واخر حديث اقوله لكم اليوم هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الارض اي ايجارها فسئل صلى الله عليه وسلم الا يجوز حتى ايجارها مقابل بعض الذهب او الورق والورق هو الفضة فقال عليه الصلاة والسلام اما الذهب والورق فلا بأس به لكن لا يجوز ان تؤجر بستانا مثلا لشخص اخر مقابل حصة مما تطرحه اشجار البستان من فاكهة لان في هذا مخاطرة فربما لا تثمر الاشجار بعد ايجارها ولهذا وحرصا على حق المؤجر ينبغي ان يأخذ حق ايجار الارض مبلغا من المال المتفق عليه سيد الامام مالك ما الامر اعذرني يا امام اعرف ان حلقة اليوم مخصصة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني قادم من سفر من بلاد المغرب وقد ارسلني احد علمائنا هناك برسالة اليك انها مسألة فقهية لا يعرف علمون الرأي فيها ولذا طلب مني ان اسألك عنها وان تفتينا فيها كان من اهم ما يميز الامام مالكا انه حريص على الفتوى فلا يفتي الا بعد ان يتأكد مما سيفتي به اخبر الذي ارسلك انه لا علم لي بهذه المسألة ولكني جئت من مسيرة ستة اشهر لأسأل عن هذه المسألة اه حسنا عد غدا لعلني اجد لها جوابه من صاحب المسألة التي سألني عنها امس ها انا يا امام لا اعرف لهذه المسألة اجابة ليس على وجه الارض اعلم منك وما جئتك من مسيرة اشهر الا لذلك بحثت عن اجابة لها وصدقني لا اعرف الجواب الفتوى ليست امرا هينا يا بني وينبغي للعالم قبل ان يفتي ان يعرض نفسه على الجنة والنار ويرى كيف يكون خلاصه في الاخرة فهمت يا امام مرحبا بك يا امير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كم اشتقت الى الكلام معك يا امام والانتفاع بعلمك اسأل الله ان يجعلني على قدر هذه المسئولية ولكن لي عليك عتاب يا مالك فلتعاتبني يا مولاي عندما اطلب منك الحضور لتجالسني وتنصحني تأتي دون ابطاء ولكن عندما اطلب منك الحضور لتعليم ولدي هارون وموسى لا تحضر فما الامر هل ترفض ان تكون معلما لابناء الخليفة؟ لا يا مولاي ولكنني ارفض ان اتي لأعلمهما لا افهم يا امير المؤمنين العلم يؤتى اليه ان يأتي المتعلمون الى اهله ولا يذهب اهله الى الناس ليعلموهم صدقت يا امام هكذا تعلمنا وهكذا نعلم ابناءنا هارون موسى امرك يا ابي من الغد ستذهبان الى حلقة الامام مالك وبعد الحلقة تصحبانه الى منزله فهذا هو امامنا الجليل على الرحب والسعة يا مولاي استأذنك في الانصراف يا امير المؤمنين ايها القائد فلتذهب مع الامام حتى الباب امر مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امرك عجيب ايها الامام لم ارى احدا يجلس مع الخليفة الا وكان متوترا ويتصبب عرقا ولكني اراك دائما وقورا وهادئا وكأنك لا تخشاه لانني لا اخشاه بالفعل انا احترمه واحبه واقدره ولم اخطئ لاخافه ترك الامام مالك من بعده كتابا من اهم كتب العلم انه الموطأ وكان انس ابو مالك حريصا على زرع حب العلم والتعلم في ابنائه ماذا يفعل من ادرك صلاة الجمعة بعد قيام الامام من الركعة الثانية يسلم مع الامام ثم يصلي ركعتي الجمعة لا ادراك صلاة الجمعة لا يكون الا بادراك ركعة منها فاذا فاتته الركعة الثانية يسلم مع الامام ثم يتم صلاته ظهرا اربع ركعات اجابة النظر هي الصحيحة لم اكن احب ان تتسرع في الاجابة يا مالك انت غاضب مني يا ابي طبعا ليست هذه صفات من يريد الاستمرار في طريق العلم يا مالك اثر هذا الموقف في مالك ولكنه لم يضعف عزيمته بل على العكس جعله اكثر اصرارا على اكمال رحلته في طلب العلم فانضى سبع سنوات يتلقى العلم من العالم الكبير ابن هرمز وكان ايضا ينتظر الامام نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه في الحر الشديد امام منزله فاذا خرج للصلاة صاحبه مالك حتى ينهي الامام صلاثه فينهل مالك من علمه وفقهه وكان ممن لازمه مالك الامام ابن شهاب الزهرية اليوم يوم العيد ولابد ان الامام الزهرية سيخلو اليوم مع نفسه قليلا انظر هل هناك من يقف بالباب انه مالك يا سيدي ذلك الفتى الاشقر ادخله اذا تعال يا مالك هل تناولت طعاما لا ولا حاجة لي بالطعام فانا جائع لما هو اهم وما هو جائع للعلم حدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنا اكتب هذا يكفي اليوم ألن تخبرني بالمزيد اذا استطعت حفظ هذه الاحاديث الاربعين فانت من الحفاظ لقد حفظتها بالفعل ماذا؟ حسنا حسنا هاتي هذه الالواح اعد على مسامع ما اخبرتك به من احاديث انطلق مالك يقرأ الاحاديث وقد حفظها عن ظهر قلبه حتى انتهى من الاربعين حديثا ما شاء الله انت بالفعل من الحفاظ يا مالك ارى ارى اننا كسبنا عالما جديدا وما هو الا وقت قصير حتى على نجم مالك وملأت شهرته الافاق بعد ان اخلص في طلب العلم ليبدأ في تعليم الناس وهو لم يبلغ بعد السابعة عشرة تعال اريد ان اسأل هذا العالم سؤالا عالم هل ضعف بصرك؟ هذا شاب صغير اعرف انه مالك ابن انس الا تعرفه انت؟ بلى ولا اظن انني ساهتم بامري ان اصغر ابنائي اكبر منه تعال معي تعال معي اذا لتتأكد بنفسك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخبرني يا مالك ماذا يفعل من وجد مالا في سوق ولم يستدل على صاحبه؟ رأيي ان يعلن عما وجده ويسأل عن صاحب المال مدة عام فان مضى عام ولم يأتي صاحب المال فليتصدق بهذا المال فان ظهر صاحب المال بعد العام فليخبره بمن وجد المال بما فعله فان وافق صاحب المال واراد الثواب فهو خير له وانتهى الامر وان طلب ماله فليرده اليه ولكنني سمعت من يقول انه يمكنني ان اتاجر بالمبلغ واعتبره وديعة عندي متى ظهر صاحبه رددته اليه انا لم اقل لك انها فتوى فانا لم اصل بعض الى منزلة من العلم تؤهلني ولكني اقول لك رأيي فيما اعلم بارك الله فيك يا مالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغم سعة علم الامام مالك كان يخشى الفتوى فلم يفت إلا بعد ان استشار اربعين عالما من علماء المدينة وبعد ان وصل سنه الى الاربعين لا يؤخذ العلم من اربع سفيه يعلن سفهة حتى وان كان من اعلم الناس وصاحب بدعة يدعو الناس الى هواه وكذاب يكذب في احاديث الناس وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به فهؤلاء لا اشكك في علمهم ولكن لا احب ان يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم وهم مقصرون في علاج انفسهم كان مالك يغتنم اية فرصة يستطيع ان ينصح فيها لله تعالى اينما كان وايما كانت الظروف اه هذا كرسي من اجود انواع الاخشاب اذا اشتريته الان فتأكد من ان ابنك سيجلس عليه بعد سنوات طوال يحكي لاحفاده ذكرياته عن هذا الكرسي احفاد ابني اتعني انه سيبقى كل هذه السنوات؟ باذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها هو عالمنا الجليل مالك بن انس انه احد زبائني وانا متأكد بانه سيشهد بجودة صنعتي مرحبا بك ايها الامام ما الامر؟ هل اختلفتما على السعر؟ اعلم ان الاثاث الذي يبيعه هذا النجار غال بعض الشيء ولكنه يستحق وهذه شهادة مجرب اذا دخلت منزل الامام مالك ستجد كثيرا من قطع الاثاث التي صنعتها بنفسي فلديه مكان مخصص لاستقبال من يأتيه من المسلمين فامامنا مضياف وكريم ولم يشتكي من اسعاري ابدا الاختلاف ليس على المال يا سيدي ولكنني سمعت كلاما في حق هذا النجار وهذا ما يجعلني مترددا في الشراء منه اي كلام؟ تكلم ايها الرجل ماذا سمعت؟ هل هناك من يشكك في جودة صنعتي؟ بل يزعم بعض من اعرف ان السر في جودة الاخشاب التي تصنع منها هذا الاثاث يقول انها مسروقة من اخشاب سفن الفرنجة التي هزمتها جيوش المسلمين في المعارك ماذا تقول؟ نعم يقولون ان هناك من يساعدك على سرقة اخشاب السفن التي اسر المسلمون جنودها وان هذه السفن من الغنائم ولكن من يساعدك يتسللون ليلا فينزعون بعض الواح هذه السفن ويبيعونها لك وبما انها تتحمل الماء والسفر والحروب فهي ممتازة لصناعة الاثاث هذا ما سمعته يا سيدي ولذا اخشى ان اشتريت منك ان اكون معاونا لك في الاثم سمعت يا امام؟ هل تصدق؟ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ألا تدري اي اثم ارتكبت الآن يا اخي؟ قبل ان انصحك لا بد ان ادافع عن هذا النجار المخلص انه يسافر كل عام الى الشام فهو يعرف الكثير من تجار الاخشاب هناك لذا ربما ظهرت شائعات كهذه وهنا تتضح خطورة ما فعلت وماذا فعلت؟ لقد اتهمت بريئا دون دليل او بينة اعلم انه فساد عظيم ان يتكلم الانسان بكل ما يسمع فليس كل ما تسمعه حقا اسأل وابحث عن الحقيقة بنفسك بارك الله فيك يا امام لقد لفت نظري الى امر لم اكن منتبها له ارجوك يا سيدي اذا كنت تعرف مصدر هذه الاشاعات فاخبرهم بما سمعته الان وسامنحك سعرا خاصا لا امنحه في العادة لزبائني بل اشتري منك بنفس السعر فليست هناك شهادة اعظم في حقك من شهادة امامنا الجليل وعندي رأي اخر ان تصحبني الى المسجد وتخبر من يحضرون حلقتي بتلك الشائعات وتطلب منهم ان لا يصدقوها كي ندفع عن اخينا النجار هذه المزاعم شكرا يا امام شكرا واستمر الامام مالك معلما وناصحا للمسلمين لا يتنيه شيء ولا يعطله امر عن ذلك فصار بحق من اهم علماء المسلمين يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون نزلت سورة الكهف انهم الله في كهف نسيب اليه فيما بعد انهم اصحاب الكهف الذين فروا بالايمان من الطغيان والضلال وشهدت بايمانهم ايات القرآن الكريم ويروى ان هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالاردن وكان اهلها يعبدون الاصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون ان يمسها احد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية امنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم والهمهم طريق الرشاد اخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الامر الذي ازعج حكام هذه البلاد ولم يطيق تراجع عبادة الاصنام امام انتشار دين التوحيد فعمدوا الى التصدي لاتباع هذا الدين واذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد اي الهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الانسان لاخيه الانسان الاله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد اصيب بالعامة الى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا مكسيميليان لا نملك الا الصبر ولكن على اي الاحوال فان مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا مكسيميليان قريبا سأطلعك على ما افكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والارض وليست هي الاوثان ولا الاصنام لقد قلنا اذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة أعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره رزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا ورائك يا جوليوس نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا وأين كان حارس المعبد قتلوا يا سيدي اللعنة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنتونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها ماذا قلت الآن يا مارتنيوس ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ماذا تعني يا سيدي وأي ظن الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي إنه ولدي مارتنيوس ماذا به لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطشي أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورى عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني إنني أصنع تماثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ضرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقف ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفن فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمئنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمئنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة آه ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الظابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة ها؟ لا تخف أنا صديق قديم ألا تذكرني؟ معذرة أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعا لا أجد مالا أنفق منه كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته ها؟ لماذا؟ لأنني لا أعمل وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟ قل ذلك لعمي ها؟ عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا معك حق أنت بالفعل صديق مخلص وكريم سأذهب الآن لا 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 تشكرني لا شكر بين الأصدقاء ها 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 إنني يا ولدي لست غنيا وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة أطال الله بعمرك يا أبي؟ كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة إنني يا أبي في خير حال لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر ما الذي نريده فوق ذلك؟ أنت غلام طيب وصالح إنني يا بني أشعر بقرب النهاية وأوصيك خيرا بأمك ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا اللهم إنني استودعت هذه البقرة لبني فاحفظها له يا رب العالمين أعرف أن الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نسبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع أرجوك يا صديقي المخلص أرجوك إنني بحاجة لبعض المال وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من مالي وسأدفع لك عمك في أتم الصحة وقد تموت أنت قبله معك حق ولكن ما العمل؟ تقتل عمك أقتل عمي؟ لا 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 سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني بالتأكيد النفس بالنفس هذه شريعة موسى معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته أفوق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم يمكن جئت لأشتري البقرة سأدفع فيها مئتي قطعة ذهبية ولا ألف قطعة هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا يا لها من مصحة وزن البقرة ذهبا؟ لماذا؟ صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا أقسم لك هذا كلام طيب وأدركت أنني يجب أن أعمل عظيم أريد أن أتاجر ولكن في صبط آخر ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي ليست جيدة والتجارة سمعة يا عمي أليس كذلك؟ معك حق وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى الصبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم ما رأيك؟ لك هذا يا حجر إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة طلب أخير يا عمي ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي وأحسن الخير أن يكون في السر لك ما تريد رادية لدي عمل في الصباح البكر سأحرص الحقل كله لصاحبي أرجوك أرجوك أريد أن أنام اذهبي إذن أشكرك على كل حال أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء يبدو أنني سرت كثيرا سأنام هنا لبعض الوقت لا أفهم يا ابن أخي لماذا إصرارك على السفر ليلا؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام ستنام يا عمي ستنام إلى الأبد هذا صوت صراخ لآدمين أرى الحجر على الأرض هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني أستطيع الكلام بلغة البشر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ثم ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوما جديدا ولكنني لا أستطيع النوم كيف أنام بعدما رأيته إنسان يقتل إنسانا آخر اشهدي أيها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي ولن أدعى المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا الصد كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض طعميق الخلافات بينهم وما النتيجة قتلوه فهل نسكت أنا أشد منك حزنا على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لا أحرقت هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدموا لنا القاتل حقنا للدماء معك حق وإذا لم يعرف القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء طبعا من له مصلحة في قتله قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق السؤال المهم هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين وما العمل يا كبير الصبت؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ ومنذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة؟ الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أية بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوة؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس إلى ديارهم كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم؟ ثم يعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ماذا سنفعل؟ إن الرجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها لقد قال بقرة أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح البقرة حجر أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا؟ في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي هذا أقل واجب ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل والأفضل أن نتزوج نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي هيا أخبريني بالأخبار ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعوا ربا ليعرف ما هي البقرة ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارد ولا بكر هل قاموا بزبح البقرة؟ أم أنهم في الطريق إلى الزبح؟ لا لا هذا ولا ذك لا أصدق ما أسمع لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى افعلوا ما تؤمرون كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون أرأيت؟ أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم ولكنني أريد إنهاء الموضوع فلنسأل عن اللون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقول لك إنني البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا استحبين إلى حقل الفول الجديد غريبة لأول مرة تتحدثين عن الطعام أشعر أن موعد زبحي قد اقترب وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الزهب لن أذهب معكم هذه المرة ماذا سنقول لسيدنا موسى سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قلناها من قبل ابحثوا عن جديد سنقولها ونضيف عليها إن البقرة شابه علينا اتقوا شر الحليم إذا غضب سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الأوصاف فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك مم؟ لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة موسى ما كنت أحب أن أبيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا يجب أن تفرح لي سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه أوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة أي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم قتلني ابن أخي هذا هو قاتلي فخذوا بثأري منه أنت قاتل أبي خد عني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفر على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كان السامري رجلا بارعا في التأثير على الناس حسنا بكت إيزيس طويلا على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين الصقر كل هذه المواهب ولا حظ لي لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني أمر موسى كثيرا سأذهب لأنام الآن أحسنت صنعا يا سامري انظر إلى الأعلى هؤلاء هم السحرة الذين عاصوا الفرعون نعم أراهم بوضوح كأنما الفرعون يتواعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته أرى أن الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته أمام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين لا أفهم منك شيئا لا يهم أن تفهم المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى صدقني يا ميخة سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون لازلت لا أفهم ما رأيك يا سيد حليم رأيي أن موسى على الصواب وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرعا ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أوشكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبر البحر أوامر النبي واضحة أعبر الماء من المكان الذي شقته العصى أسرع أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير ألقيه وانجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل؟ ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي آخر ما كنت أتخيل أن أسير وسط الماء لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدق لقد أحسن باتباع النبي موسى أين السامري يا ميخة؟ سيلحق بنا هل تركته وحدة؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني أحد على حمل سرتي أنا أعينك يا سامري وأنا أيضا الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين هل رأيت؟ هل رأيت الشعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق لن تفهم أبدا أنت تتحدث بالألغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها موسيقى النجدى 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 بعدها عاد السامري منضما لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غريق الجنود من خلفنا؟ نعم غريق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرع يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكيد أشعلها شخص ما لنذهب ونستطلع الأمر أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولا؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا انظروا إنهم يعبدون صنما نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل ما تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وضمآن وأنا أيضا أشعر بالضمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عين وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء الحمد لله حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل أيتها الحمقاء إنه زاهب لميقات ربه وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة وماذا نفعل إذا احتجنا أن نسأله في شيء لقد ترك أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريمة؟ أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم لكن إذا احتجت شيئا يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى من؟ السامري ألازلت مستيقظة؟ بل إنني نائم نم أنت أيضا كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري أنت تكذب علي ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي إذن؟ أنت قرق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة آه نعم نعم هو ذلك هو ذلك قل لي يا ميخة أين الفأس؟ بجانب الخيمة؟ الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئا ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكم إلى أين تذهبان؟ إلى اليوم سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها عظيم ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل ولكنه مع ربه أشك في ذلك لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئا إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق هذا واجبنا انظروا ما هذا؟ سمعت صوتا كأنما عجل يخور العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له انصري يا مرسى إنه يشع نورا ويخور أيضا أخيرا أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخضع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضا ولا زلت تعاند وتكابر؟ لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق أنت تثير الفتنة يا سامري إذن تركنا ولا تفسد عبادتنا هيا أنت مغضوب عليك إنني أحذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟ الهواء لا يتحرك ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح كلامك جميل رغم أن لي لا أفهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كيف عرفت أنه غاضب ألقى ألواحا كانت في يده وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم عظيم مدام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصر به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتا إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله اتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم هذا يكفي هيا باعوا هذه الأجزاء في النار القارب معد لنقل ذهب المسحول إلى الماء ميخا باجرما انظر إلي إنني صديقكم السامري كأنك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع ولا يمكنني أن أفعل كل شيئا بمفردي سأهلك بهذه الطريقة انضي سريعا دون أن تنظر إليه بكل تأكيد لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعم قليل سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه؟ نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا؟ هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله علي ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماماً ونحتفل بإسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سيأكلون قبل أن تمتد أيدينا إلى ثمرة واحدة أشعر بألم شديد في رأسي يبدو أنني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوز في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله كو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أهلا